أحمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وصلم تسليما كثيرا أما بعد فأيها الأكوة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم مع سلسلة الدروس الرمضانية التي تتعلق بكيف نستغل هذا الشهر المبارك أيها الأحبة فمما نستغل بهذا الشهر المبارك تقوى الله عز وجل وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى ومن ذلك أيضا ذكر الله عز وجل حيث أن الله سبحانه وتعالى أثناء على الذاكرين في القرآن الكريم في غير موضي منه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله سبق المفردون فسئل النبي صلى الله عليه وسلم من هم المفردون قال الداكرون الله كثيرا والذاكرات ومن ذلك أيضا يعني كثرة تلاوة كتاب الله عز وجل أن هذا القرآن نزل في هذا الشهر الفضيح كما قال تعالى سبق المفردون ومن ذلك سبق المفردون ومن ذلك سبق المفردون سبق المفردون وفروح تنظره إلى جاءً، وضع هذا هو خصوصًا جيد جدا لَرَجَزَيْكَ وَأَلَجَ شَعَدًا لَمَا نِعَدُقُتْ يَا سُرَجَ ـ وَأَلَجَ كَهُرُوا لُسُرَ سَعِقِهِ وَأَلَجَ مِنَا تُعِينًا وهذا الله تجل ، لَأَلَجَارٍ وهذا الله يدفعه وهذا الله تجل لفرح شيء لن يتمثد القدر يجهد السرعة ويجهد سطلطي ويجهد السرعة التالي الأموداء التالي كانت المغرران تلك المنزل ويجي دعطاء كما فرصادت تقولين ترجمة نانسي قنع أعطي الأvernier أمرنا جدا أمرنا جدا ومطبث هو هذا جميع من محاوله وهي أنها تتسلط من تبع المعارض في الزوارة نُعَرَئَزَنَا في الزوارات يُعَرَنَا يُعَرَمَاتِ يُعَرَمَانَ يُعَرَمَ أظهر الشريكي إستدادة السكراء أتفهم قنعهم في حلما يواجه في حلما يشاهدني أخذها أخذها الله سبحانه وتعالى أخذها ربيعي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر